مجزة تسعة مع هالة الحملهم إليك يا هيد شكرا هيبة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجزة الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي أوراق اعتماد دي 12 سفيرا جديدا لدى مصر وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم ومواصلة التنسيق والتشاوري حيال مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة بقطع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت مسجدا في مخيم لبريج وسط قطع غزة كما استهدف طيران الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط القطع مع أسفر عن شهداء ومصابين يجري اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي تدريبات عسكرية في منطقة طبارية شمال إسرائيل يأتي هذا في الوقت الذي تبادلت فيه القوات الإسرائيلية وحزب الله القصف العنيف على طول الحدود وأضافت مصادر لبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة ميس الجبل فيما نفذت مسيرة غارة على بلدة عيت الشعب كما قصف حزب الله موقعا لانتشار جنود الاحتلال في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفر الشوبة اللبنانية المحتلة قالت قوات الحوثي أنها استهدفت السفينة الإسرائيلية يونيفيك في خليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وأوضحت قوات الحوثي أنها هاجمت أيضا أهدافا عسكرية في مدينة إيلات جنوب إسرائيل بطائرات مسيرة دع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى خفض التوتر بعد محاولة اختيال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب وقال بايدن في خطاب من البيت الأبيض إن الانتخابات الأمريكية ستكون فترة اختبار للبلاد مشددا على أن السياسة يجب أن لا تكون ميدانا للقتل وأكد بايدن ضرورة الحوار السلمي واتخاذ القرارات على أساس المبادئ الدستورية للولايات المتحدة ورياضيا تويغا منتخب إسبانيا بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد فوزه المثير على إنجلترا بهدفين مقابل هدف وتقدمت إسبانيا بهدف في الدقيقة السابع والأربعين عبر ويليمز ثم أدرك منتخب إنجلترا تعادل بهدف في الدقيقة الثالثة والسبعين عن طريق اللاعب كول فولمر وفي الدقيقة السادسة والثمانين أحرز البديل ميكل أوير زبال هدف الفوز للمنتخب الإسباني ليقود الماتادور لحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه كما تويغا المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أمريكا لقرة القدم بعد فوزه على كولومبيا بهدف نظيف انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي ليلجأ المنتخبان للأشواط الإضافية التي حسمها المنتخب الأرجنتيني لصالحه بهدف نجمه لوتارو مارتينيز عند الدقيقة المائة واثنى عشر ليحصد رفاق ميسي اللقب القاري للمرة السادسة عشر في تاريخهم انتهى موجزة التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا باصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة